معنا الأستاذة مونة عليكم أستاذة مونة عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم احتكالة وتفضلي يا أستاذ إذن حديثك عامل يا شاك نعمة وفضل الحمد لله بقول لحديث دلوقتي عندي مشكلة عايزة أسعى حديثك على سؤال تفضلي بقول لحديثك أنا قلت منفصلة معي ثلاث أولاد وطريقة واخد مني الأولاد مني مش عايزي ورهم لي خالص ليهم وسنهم كام أم خمس سنين وعشر وخمستاشر وكل مواصلهم بالله أنا أشوفهم طيما هما في سن الحضانة كده دول ما أنا 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 تزوجت بقى لي شهرة حديثك دلوقتي من قبل ما تزوج وأنا مش عارفة أشوفهم طيب من قبل ما تزوجي ما ينفعش أن أنت قبل ما يتزوجي ما تعرفيش تشوفهم واضح أن أنت من الأول خالص بتهمله لا هو كانوا بيني وبيني يا شيخ بعد كده هو أخذ العيال وأجي أكلمهم بقى يكلمهم عني كلام مش كويس العيال بقى يتسلوا بها يشتموني في التليفون ويتبوني وكده فأنا حديثك أنا دلوقتي هما دول عليهم عقوقي والدين لا الأولاد دلوقتي دولة مش في زمن التكليف لكن للأصل أن الأولاد دولة هو بيفسد تربيتهم آه كده بيفسد تربيتهم وأنا كده علي يا شيخ قطعي الرحيم أنا مش عارفة وصل لهم لا اوعي توقفي بصي اوعي توقفي من إذا كنتي توصل لهم بأي طريقة ابعت لهم رسائل ابعت لهم مع حد اوعي أولادك يحسوا في يوم الأيام أنهم بقى مرخاص عندك وأنهم خلاص بدل عملوا كده خلاص مش هسأل فيهم أنا دلوقتي في حياتي مش عارفة عيش من غيرهم وتعبانا من غيرهم ومش عارفة هو ده حدثك بلاء من عند ربنا أنا أصبر عليه ولا آه ده بلاء من عند ربنا وتصبر عليه وجزء من صبرك عليه أن أنت تصبري أن أنت تتواصلي مع أولادك لغاية ما يحصل بينك وبينهم تواصل وتكلميهم لأنهم كده فهموا أن أنت فضلت حياتك عليهم ولذلك استمري في التواصل معهم واضح؟ خليكي مستمرة في التواصل معهم وما تسيبهمش أبدا دولا ما يتعقبوش ده لسه أطفال في زمن التربية أو أتقطعيهم معنا السيدة المعبدو السلام عليكم عليكم سماكاته تفضلي معنا الشيخ حمرك الشيخ أنا يعني سؤالي أنا كنت بأقرأ في القرآن كل يوم جزء طيب طب ما دي بارك الحمد لله ونعمة فأنا دلوقتي أحب أن أنا أحفظ طيب وبدأت أن أنا أحفظ طيب فأنا مش عارفة أني أو الوقت بتاعي أن أنا أحفظ وأقرأ في نفس الوقت أعملك أقول لك حاجة سهلة وورد فيها لأثر وتساعدنا في ده إيه هي احفظي خمسة خمسة وروي عن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من حفظ خمسة خمسة لم ينسى فاحفظي خمس آيات خمس آيات واستمر في ده وإن شاء الله ربنا يباركلك وإن شاء الله وتممي حافظ معنا السيد أحمد أستاذ أحمد أستاذ أحمد معنا أستاذ أحمد رجائي تفضل أستاذ أحمد من فضلك بس فيه المؤخر بتاع الزوجة لما أنا بقالنا متجوزين بقى النقف من خمسين سنة بتقول لنا عاجة المؤخر والفايدة بتاعته هل المؤخر له فايدة أنت بتسألني دلوقتي أنت كتب له مؤخر مثلا كانوا خمس ألف جنيه ودلوقتي الفلوس غلت هو المؤخر المكتوب دوت هو ده حقها أما مراعاة غلاء الأسعار ورخص الأسعار آه من المروقة مراعاة غلاء الأسعار ورخصها من المروقة أن أنت تراعي ده وتراعي دوت غلاء الأسعار ورخصها أما ملاد حالك بتقول هي بتطلبك بتقول لك أنت زوجي أنت لسه أزواج ولا لسه أزواج يا أستاذ أحمد أنا مسامع صوتك ممكن تعلي صوتك يا سيد أحمد طيب سيد أحمد لو سمحت ممكن حليك التلفون فصل ممكن لو سمحت تتواصل معنا مرة تانية مين معنا تاني معنا أم أحمد معنا أم أحمد سلام عليكم يا دكتور عليكم السلام يا حكاتو سيد أحمد ممكن بس نوتي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو سمحت ماشي حاضر ريني حاضر ماشي آه وتيت التلفزيون تفضلي آه بصة حضرتك أنا دلوقتي آه ابني ابني متجوز اتنين مم كويس فهو دلوقتي بيروش لوحدة ووحدة لا التنقبية مش طيقها خالص الأولانية فأنا مش عارس أعمل إيه ورمي عليها ديمين كتير جدا فأنا مش عارس أعمل إيه السؤال التاني تعملي إيه استني بس يا سيد دمو أحمد يعني تعملي إيه في الإصلاح ما بينه وبين الزكتين ولا تعملي إيه في إيه إن ابنك دو إن ابنك يصلى يعدل بينهم لا في الطلقات في الطلقات اللي عملي هو حاسس إنه هو متحرم عليه فمش عايز يروح لها هي مساكتة عملي كل سؤالة اتكلمني طيب أقولك أقولك تعملي السؤال التاني السؤال التاني السؤال التاني حضرتك إن أنا دلوقت أنا من فصر عن قصر أنا تعبان مرات يعني كلمات وقصروا يا علاج أبوكم تعبان وتعالوا شفوه فأنا بصراحة عشان العشرة وكده فروحتي معاهم وشفت يعني واتمنت عليه هل أنا كده عملت خطأ؟ ده أنت عملت سواب عظيم وربنا يجعله في ميزان حسناتك وعطي راجل مريض وإن شاء الله سبحانه وتعالى أنت لو كنت روحتي لما روحتي هناك دعيتي دعوة ده في مواطن الدعاء المستجاب اللي أنت لما تروح عند المريض فلذلك إيه اللي حاصل اللي أنت عملتيه ده حلال وما فيهوش أي مشكلة السؤال الأولاني بقى تعملي إيه أنت بقى في مسألة الطلاقات ولا حاجة خليهم يتصلوا بدر الإفتاءة المستجابية بمئة وسبعة أو يتصلوا بعد البرنامج عشان نشوف هو فيه طلاق ولا لا أنت شايف أو هو شايف أنه هو طلاق أرجوكم ما تفتوش نفسكم في الطلاق لأن كتير من الأحيين الناس بتشوف نفسها أنها طلاقت وما يكونش الطلاق وقع ولا عكس صحيح فلابد أن أنت تسألوا عشان ده يوصلكم إلى الحكم الشرع الصحيح أم محمود تفضل أيها زي حضرتك نعم وفضل الحمد لله أنا متجوزة بعدي خمس سنين جوزي كنت مراتي ثلاث سنيننا خلفتك نعم وجوزي كان بيباع في العفش حاجة ورا حاجة أروح الشغل اشتغلت عشان أصرف على البيت عشان هو مش عايز بيطلع يشتغل أروح الشغل عبالما أروح أرجع عليه بايع حاجات من حاجتي كان عالي في أربع عوض وشقة باع كله آخر حاجة فضل قدت نوم وقعدنا في شقة أجر حديث طلعت الشغل وبقيت معي وأنا حامل كت سامحمود وبعد كده ما عالتش غير قبل ونبسي بأسبوع وحاولت اللي أنا أجيب حاجات غير اللي تباعد حتى لو على قدي غسالة اللاجب وتجاز وقصد قدت النوم عمل معي مشكلة وقال لي روحي عند والدته وعرف واحدة علي روحت عند والدتي فين السؤال بقى يا محمود فين السؤال أنا بسأل هو أنا دلوقتي عايشة معي بعد ما هو باعي العفش كله وباعي الحاجة وعاديين دلوقتي على سرير وتلفزيون ما عندناش أي حاجة هل كده دوت ابتلاء من عند ربنا وربنا إن شاء الله عاوصة بخير في إبني ولا إيه حبيبتك طيب اللي أنت فيه دوت ابتلاء أو ابتلاء واللي أنت فيه دوت نوع من أنواع الكلام اللي أنت بتقوليه ده وكلامي لزوجك اللي أنت بتعمله ده إذا كنت أنت شخص المال ده مش مالك والعفش ده عفشها وإنت بعته من غير إذنها فأنت ظلمته وأكلت ماله فاتق الله سبحانه وتعالى في مالها لأن المال ده لو كان جزء من مهرها بأن أهلاها اللي جابوه وهو مكتوب بإسمها أو معاها فوتي بأنت كده خلاص أكلت حقها فاتق الله سبحانه وتعالى فيها أما أنت في بلاء ولا مش في بلاء أه طبعا في بلاء وإنت لو سبرت على ده تكتب في الصابرين إن شاء الله ربنا يكتبك في الصابرين ويكتب لك السواب العظيم إن شاء الله سبب العظيم إن شاء الله سبب العظيم إن شاء الله سبب العظيم إن شاء الله شكرا